بدون أجنحة لكنها بثبات تدهر مراوح الأصلاح بقيادة الكاظمي نحو ضبط الحدود أما خارج الحدود فليس للمروحية العسكرية دور أمام تحليق رجل الحكومة بطائرة العلاقات الرسمية العملاقة على ما يبدو أن كابتن الطائرة لم يعرف بعد وجهته الأولى وما إن سربت مصادر جولة الكاظمي خارج البلاد حتى بات الضرب في الودع نهج التوقعات وفي هذا نصيب من التكهنات للرسائل السياسية أمام الحكومة طهران هي المحطة الأولى للرئيس أم الرياض هذا إن لم تكن الرياض سبقت طهران بصورة الكاظمي على غلاف مجلة الرجل السعودية وسائل أعلام إيرانية تخفي معلومتها خلف جملة مصادر خاصة أم الرياض فكانت الأقرب إلى مهنية خبرها بعدم تحديد ترتيب محطات الزيارات الكاظمي إنما هي زيارة مرتقبة للحديث حول تفعيل مذكرات تفاهم يرتبط جزء منها بفتح مهبر عرار بحسب الشرق الأوسط السعودية الجدل والتنحر الإعلامي المتسارع حول احتضان مراسم الزيارة الأولى يشير إلى دلالات سياسية توجب الحديث عن التدخل الإيراني والأمريكي في العراق أما واشنطن فهي المحطة الرسمية المقبلة بعد الجارتين فيما الحليفة السعودية لواشنطن قد ترجح كفة الميزان تجاه اقتراب رئيس الوزراء من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي هذا تقرب من السعودية التي تمثل الحضن العربي التنفس السعودي الإيراني قطبان باتا يؤرقى المشهد العراقي لكن رئيس الوزراء بات محط أنظار العراقيين اليوم بتحقيق سقف مطالب الإصلاح ورفض التواجد الأجنبي وتدخل الإيراني الذي يراه محللون أنه تدخل يتمثل بسطوة ميليشيات السلاح المنفلت وأصحاب صواريخ الكاتيوشة ملفات عميقة إذن يحملها الكاظم في حقيبته الرسمية وبعيدا عن ترتيب الزيارات فما يهم العراقي هو الوصول إلى نتائج مرجوة تحقق أهدافها في المشهد السياسي والسيادي في البلاد